حدثنا وكيع وابن جعفر قال ثنى شعبة وعن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيمين الجهاني قال أتنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيمين وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيئا فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقافي عن خالد عن الحكم عن عبد الله بن عكيمين قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد يعني ابن عباد قال ثنى خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن أبن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيمين الجهاني قال أتنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة قال وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا إبراهيم بن عكيمين قال جاءنا أو قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيمين أنه قال قرية علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد يعني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الله بن عكيمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا أكل عليه أو إليه سبحثنا ترجمة نانسي قنقر